مساكم الله بالخير بحضورنا الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمسي عليكم بالخير من دار زايد الخير ومن خلال برنامج ليالي الشعر ضمن فعاليات مهرجان العين للكتاب بتنظيم من مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة نجتمعوا ياكم بقلعة الجاهلي في مدينة العين مع نخبة مع نخبة متميزة من عمالقة الأدب والشعر في مجتمع دولة الإمارات وعنوان جلستنا التلفزيون والشعر الشعبي كي نحتفي ونسلط الضوء على اهتمام الدولة في الحفاظ على الشعر الشعبي وإيثاحته للأجيال وفي وجودكم حضورنا الكريم خلونا نرحب بضيوفي في هذه الجلسة المباركة وأبدأ بأبيات ترحيبية احتفاء بهم وقول محفل ثقافة بليل لاثنين في الجاهلية أخبار هتبان شعر ودب في واحة العين تاريخ راسخ قدل هزمان الليلة نرحب بغالين أمصور علامي وفنان أحضورهم ع الساحة هيبين حيث أنهم للفخر عنوان إلهم تحايا شعب نيدين بكل تقديرا وعرفان يحفظهم المولى عزيزين يا فخر عز ودخر لوطان الله يسلمكم صحب دنك أستاذي الله يسلمكم نرحب بالفنان والشاعر والمخرج الإماراتي القدير علي الثميمي مرحبا الله يرحم بتعفاظ الله الله يسلمكم أنت والحاضرين كله كله بها الافتراثة تفير أمد بسعيد ومصاب به الاسحابي وعبد الله بن يعرف والوارحم دار هاي كلهم الله يسلمكم الله يسلمكم كله هذي الاشعارة وهل الشعر وهل افتراث ما زيد عليهم الله يسلمكم الله يسلمكم وانت معروف شعرنا بشخصية بوخر خاش ويا مرحبا فيك أستاذي نعم كذلك نرحب بالباحث والكاتب والإعلامي قدير الأستاذ علي عبيد الهاملي الله يرحبك عفضله وانعم بحالك ونرحب بضيفنا الحاضر الغائب عن جلستنا لهذه الليلة بسبب ظروفه الصحية نسأل الله له الصحة والعافية الأستاذ والمصور الإماراتي سالمين السويدي واللي بنشوف له فيديو يعرض مسيرته ونجازاته اللي نفخر بها كلنا كونه أول مصور تلفزيوني إماراتي والحين بنعرض سيرة مصورنا القدير خلال رحلته منذ البداية إلى أن تقاعد في التسعينات ونشوف الفيديو معاكم أنا سالمين محمد السويدي مصور تلفزيوني من الإمارات شعراء أول مجلس شعراء في الدولة اللي هو قبل الاستقلال اللي هو في تلفزيون الكويت من دبي اللي هو اسمه شعراء القبائل يقدم محمد بوشهاب محمد بن سوقات والشعراء الموجودين منهم الجمري منهم طناف ومنهم المجموعة كل هذه هذه أول شعراء في تلفزيون الكويت من دبي لما استقلت الدولة فصار عندنا مجلس شعراء في أبوظبي وصار مجلس شعراء في المنطقة الغربية وصار في العين نسجل هذه البرامج يعني كل مجلس بوحدة نسجل هذه البرامج من الشعراء اللي موجودين من البيئة اللي في من العين واللي في بوظبي واللي في المنطقة الغربية المنطقة الغربية هذه الصورة هذه الصورة فوق البحر هذه مجلس شعراء عشان مناسبة للعيد الوطن هذه صورناها نحن هذه مبثة من مرة حلقة من بوظبي ومرة حلقة من المطقة الغربية ومرة من العين ومرة من المرات الشمالية نعزل البرنامج وكنسلوا هذا البرنامج فالمفروض أن يعيدون البرنامج هذا للتراث الماضية الصور هذا أنا صورة خاصة إلي أنت لكن كفيديو صورت تلفزيون هذه قديمة أيام الرحلات هذا الكاتب علي الشريف أي أمة هذه في رحلات كان في رحل ويطبخون الأكل هنا هذا فيه حمد بوشهاب اللي هو مقدم البرنامج وفيها طناف وفيها محمد بن سوقات وعلي بن رحمة والباقيين حدنا ما نسيتم يا سماهم هذا أول مجلس في دولة الإمارات قبل الاتحاد هذه الصور في ستوديو تلفزيون الكويت من دبي هذه كنت أنا صور برنامج شعراء عشان العيد الوطني هذا في أبوظبي عند العلم الجزيرة اللي في البحر وهذه السفينة اللي حطينا وهذه الشعراء وهذه الشعراء اللي كما طالع كلها بس نحن أخذنا الصورة عشان ينامج وجزمنا بيع بياقوت وهذا ناصر الزعابي اللي هو مصوم هذا في أبوظبي وهذا في أبوظبي هذا الشعراء هذا الشعراء هذا بعد في العين وهذا في العين في العين هاي حديقة هاي في العين حديقة كنت لأفك لا فيه بأرويش مالجاهلي وبأرويش مالجاهلي هذا في الجاهلي هذا بن سنقوه وهذا رميع مياقوت هاي كلهم توفقه هذا كاس الأمواج في بوظبي هاي مناسبة العيد عيد الوطني يمعهم كلهم الشعراء يصورناهم هذا في بوظبي في طب البحر هذا في شسم في العين في العين شعراء العين أمواجي الشعراء العين هذه ندخلنا القصر حضورنا الكريم حبينا ننوهم عليكم أمر لللي حاب يعرف عن المصور سالمين السويدي حكاس الأولي لو أسبر حكاس هاي نعم في معرض في قلعة الجاهلي اللي حاب يطلع عليه للمصور الإماراتي ويشوف يعني الصور النادرة من البومات المصور الإماراتي والله والله يحفظ والله يحفظ يحفظ الأستاذ والمصور الإماراتي سالمين السويدي وواليه الصحة والعافية والآن بنرجع وياكم ضيوفنا الكرام ونبدأ وياك أستاذي علي الهاملي بحكم عملك في مجال الإعلام والصحافة وقربك من الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ترى اهتمامه وحرصه البالغ في إحياء الفراث لو تحدثنا عن اهتمام القيادة منذ التأسيس إلى الآن ودوري للعب الإعلام سواء يعني كان صحافة إذاعة وتفزيون مساءكم الله بالخير أنا الحقيقة سعيد يعني برؤية هذه الوجوه الطيبة وبوجودي في هذه المدينة الجميلة مدينة الشيخ زايد مدينة العين المدينة التي عاش فيها الشيخ زايد أو حكمها عشرين سنة قبل أن يتولى مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي وما نشاهد الحقيقة أيضا في هذا المكان التاريخي العريق قلعة الجاهلي أكيد يعني أنها يعني تعطي انطباع بمدى عراقة هذه المدينة وبتاريخ حكم وقادة هذه المدينة أيضا أنا سعيد أيضا حقيقة بوجودي مع الأستاذ علي التميمي وهو زميل عمل سابق الأستاذ سالمين السويدي بوفيصل الله يعطيه الصحة أنا عملت في تلفزيون التلفزيون دبي الأبيض والأسود بعد أن سلمت دولة الكويت إلى دولة الإمارات بعد قيام الدولة هذا التلفزيون الحقيقة هو وتلفزيون أبوظبي يعني أول تلفزيونين حكوميين يتم بثهم في الإمارات قبل قيام الدولة تلفزيون أبوظبي بدأ بثه في ستة ثمانية التسعمية تسعة وستين في عيد الجلوس الثالث للشيخ زايد عليه رحمة الله وتلفزيون الكويت من دبي تم أو بدأ بثه في تسعة تسعة التسعمية تسعة وستين يعني بعد تلفزيون أبوظبي تقريبا شهر وكانت هناك مراسلات بين الشيخ راشد بن سعيد عليه رحمة الله وحكومة دولة الكويت التي أبدأت رغبة في إنشاء محطة تلفزيونية في إمارة دبي واستمرت المراسلات تقريبا خمس سنوات حتى خرج التلفزيون هذا تاريخ يجب أن يذكر الحقيقة سعيد أيضا بوجودي مع الأستاذة مينثا الكعبي شاعرة المبدعة التي نتشرف اليوم بإدارة هذه الجلسة الحديث عن الشيخ زايد الحقيقة حديث محبب للنفس وحديث يطول وحديث قريب من القلب أنا أعتقد أن نحن في دولة الإمارات محظوظين بهذا القائد محظوظين بقيادته لهذه الأرض وبقيادته لهذا الشعب وبقيادته لهذه الأمة طبعا إذا تحدثنا عن اهتمام الشيخ زايد بالتراث الحديث يطول لو لا الشيخ زايد والذي له فضل على كل حبة رمل في دولة الإمارات لما وجد الحقيقة التراث هذا الاهتمام الذي يجد الآن من كل مؤسسات الدولة ومن الأفراد ومن الدوائر الخاصة وأيضا من الهيئات أو الجمعيات ذات النفع العام أولا لأن الشيخ زايد شاعر وشاعر مبدع وجميل وما زلنا حتى الآن نستمتع بأشعاره من خلال القصائد المغنى التي نستمع لها والتي تم تسجيلها جميعا في تلفزيون أبوظبي خلال هذه الفترة فترة الثمانيات اللي أنا تشرفت بالعمل فيها في تلفزيون أبوظبي الشيخ زايد الحقيقة هو الذي يعني شجع الشعراء نذكر على سبيل المثال مثلا الشاعر سعيد بن عتيج الهامدي هو الذي أمر بجمع شعره وإصدار دوانه وغيره أيضا وعندما نأتي إلى الحديث عن الشاعر حمد بن شاب عليه رحمة الله سوف أيضا نتطرق إلى دور الشيخ زايد في ظهور الكتب والأعمال التي قام بها الشاعر حمد بن شاب عليه رحمة الله الشيخ زايد عليه رحمة الله كان الحقيقة يعني متابع وبشكل دقيق لكل ما يقدم على شاشة التلفزيون في هذه الفترة فترة الثمانيات وهو الذي كان يطلب هذه البرامج هو الذي أمر بإنشاء مجالس الشعراء وإنشاء تلفزيون أبوظبي أربع مجالس مجلس الشعراء أبوظبي ومجلس الشعراء المنطقة الغربية ومجلس الشعراء العين ومجلس الشعراء الإمارات الشمالية وعندما يأتي الحديث عن مجالس الشعراء ودورها يمكن شوي نستفيد في الحديث عن الدور اللي قامت به مجالس الشعراء في التلفزيون الشيخ زايد عليه رحمة الله يعني وأنا بذكر موقف من المواقف كيف الشيخ زايد يعني دقيق في متابعة البرامج التراثية على تلفزيون وعلى وجه الخصوص تلفزيون أبوظبي وأذكر حادثة يمكن ذكرتها في بعض الأماكن لكن أنا أحب دائما أذكرها وهي قصة برنامج مسابقات في حياة الأمس هذا المرامج الحقيقة قدم تلفزيون أبوظبي عام 1994 وأنا راهنت على نجاح هذا البرامج رغم أن كان هناك يعني تخوف من معالي الوزير عليه رحمة الله كان معالي خلفان الرومي كان هو وزير الإعلام وأتى بالفكرة المرحوم فوز الخميس المذيع فوز الخميس كان هو صاحب الفكرة وعرض علينا إقامة مدينة شبه تراثية أو تراثية مصغرة على كاسر الأمواج ونقدم من خلالها مسابقات تراثية على غرار برنامج تيلي ماتش وبرنامج الحصن اللي كنا نشاهده في التلفزيون كان التحفظ أو الخوف أن الشيخ زايد عليه رحمة الله دقيق في موضوع التراث ولو أي غلطة حصلت في البرنامج كلنا بنطير فيها لمدى دقة الشيخ زايد في البرامج الثراثية أنا الحقيقة اتحملت المسؤولية وطلبت من الوزير قلت له إذا حصل أي خطأ فأنا أتحمل له كمدير عاملة تلفزيون وأنا ضحه بما عندي مشكلة مهم هذا البرنامج بدأنا تسجيله قبل شهر رمضان لبثة خلال شهر رمضان وقلت له أننا لم نبدأ البرنامج على الهواء مباشرة لأنه ممكن تحصل أخطاء على الهواء لكن لما نسجل البرنامج والمنتجة ونراق ما بنكون أكثر يعني دقة وأكثر يعني تحكم في البرنامج وبدأنا نسجل فقرات البرنامج والحلقات البرنامج قبل شهر رمضان بشهر تقريبا أو شهرين أدخلني الذاكرة يعني ما أذكر بالضبط المهم أننا بدأنا بثة البرنامج مع بداية شهر رمضان المبارك وأمانة أنا واحد كانت يعني إيدي على قلبي أنه ممكن يحصل أي شيء ويتوقف البرنامج وأنا اللي أتحمل المسؤولية بدأنا بث الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة يمكن بعد الحلقة الرابعة أو الخامسة وكنا نسجل البرنامج في شهر رمضان على كاسر الأمواج فجأنا بأن الشيخ زايد عليه رحمة الله بنفسه يحضر إلى مكان تسجيل البرنامج ويشجع فريق عمل البرنامج ويطرح أسئلة وألغاز ويرصد لها مكافآت ويطلب من المرافقين له أيضا كان معه معالي مانع سعيد العتيبة وكان معالي خميس بطير رميثي وكان معالي حمود بن علي عليه رحمة الله وطلب منهم أنهم أيضا يقدمون الغاز ويرصدون جوائز من عندهم للمتسابقين وأمر بصرف مكافآت لكل فريق البرنامج واتقدنا هذه المرة الوحيدة للشيخ زايد بيحضر فيها فجأنا بعدها أيضا الأسبوع اللي بعده أيضا حضر التسجيل والأسبوع اللي بعده الثالث حضر التسجيل في نفس الموعد وأنا كنت موجود الحقيقة في المرة الثالثة وقبل ما يغادر مكان التسجيل صرت أسلم عليه كان يهرس في السيارة ما نزل من السيارة شيخ زايد في هذه الزيارات الثلاث فسلمت عليه فمسكني من أيدي قال لي هذا البرنامج أنا أبغي يستمر طول السنة ما أبغي يتوقف بعد شهر رمضان وكل مصاري في البرنامج أنا متكفل إبها وبلغ الوزير هذا الكلام طبعا هذا أمر يعني والوزارة بتتكفل وفعلا يعني بعد شهر رمضان استمر البرنامج لمدة سنتين تقريبا يعني على الهواء إلي استنفد أغراضه وبعدين تم إيقاف البرنامج يعني هذه فقط حادثة واحدة من حوادث كثيرة الحقيقة تدلنا على مدى اهتمام الشيخ زايد بالتراث ومدى حرصة على التراث ومدى تشجيع على التراث وهناك حوادث كثيرة الحقيقة لكن المجال يعني يضيق عن ذكرها الآن فأنا أريد أن أقول لو لا الشيخ زايد عليه رحمة الله ما وجد التراث هذا التشجيع وهذا الاهتمام اللي وجده ويجده حتى الآن أريد أيضا الحقيقة أذكر الآن يعني تحضرني أيضا زيارة قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل انهيان عام 2010 لستوديو برنامج الشارع في تلفزيون أبوظبي وكانت هذه الزيارة عبارة عن صورة أخرى من اهتمام القيادة ببرامج التراث هذا يدلنا على أن القيادة في دولة الإمارات بكل الحقيقة أطيافة تهتم بالتراث وتشجع التراث وهذا طبعا ينطلق من اهتمام الشيخ زايد عليه رحمة الله بتشجيع التراث والإرثة الذي تركه لأبنائه ولشعبه يعطيك العافية أستاذ علي ما قصرت على هذا الشرح الوافي الآن نرجع لك أستاذ علي التميمي ونستذكر الماضي وياك من خلال بداياتك مع عدة أعمال واللي كان أشارها مسلسل طول عمر وشبع طماشة طول طول عمر وشبع وشبع طماشة أرطيك العافية أنا قال سبعة في المر يشدون علي وين يريون البحارة قطع في دي أنا لقطي وتروع منه ولعبت فيه دور أبو خرخاش والي اشتهرت به كلقب إلى يومنا هذا أباك تحدثنا عن هذا الدور العمل هذا طلبه الشيخ زاهد في الخمسة وسبعي ويا الأمر من معالي الشيخ أحمد بن حامد كان هو وزير الإعلام وأستاذ علي عرف مديرنا أستاذ علي في التلفزيون وأنا مشري في عام الترعث في اللذاء والتلفزيون وقالوا نبا مسلسل هذي شبوعبنا اللي يشيرون الهند ويأخذون عرشون من ناك وهذا نبا يشيرون صوبة الدول العربية يأخذون عربيات منشان النسب هيا النسب يكونوا بزيدا قير قال أبا هالمسلسل شووه منشان الناس يتحضون هذا من الخمسة وسبعي وكتب المسلسل سعيد النعيمي الله يرحمه واخرجه سعيد النعيمي في تلفزيون بوضعبي في استوديو أثرين في التلفزيون صورناه طويل عمر وشام المشاهد خارجية بعد هذا في بداية الخمسة وسبعين مسلسل طويل عمر وشبع طماشه وكان دوري فيه بوخار خاش بطول خمسة عائل حلقة فيه أي الفنانين اللي الله يرحمه ماته ولكباء محمد الجناحج الله يرحمه ومريم أحمد وفيه رزيق الطارش الله يشفيها ويحافيها إن شاء الله يقومها بالسلام ومهما بصاحير دعو لها بالشفاء آمين يا رب نعم آمين الله يشفيها ويحافيها وفيه يجاسب عبيد الدبدوب فيه يحيات محمد بن راشد الله يرحمه مجموعة من فنانين دولة الإمارات ومحمد المطوع فهذا العمل أول مبدأ لينا كدور بطول وبنان على أمر الشيخ جايد هذا أيضا يقودني لسؤال نعم ساذي علي عن فكرة فيلم سينمائي أيضا عنوانه فرح من البادية نعم اللي كان بأمر من الشيخ زايد رحمة الله علي وفكرته أيضا نعم واللي طلب منك شخصيا القيام بطولته عطنا عنا فكرة وخبرت حتى محمد بن سعيد هذو ها تسمعين هذا الرجل التراث موجود طلب مني الشريط صح ولا لا طويل العمل ما يبتركي الشريط للمكتب فرح من البادية طلب الشيخ زايد نعم وفي أنا من هالدار حيات بن عواص حيات سيف بن سلوم ها علي ربيثي علي بن يمعه ها ما يموع هذيلا اللي بعتنا كلهم هالبوظبي هذيلا طلبهم الشيخ زايد وفي الطف صورنا في غافات مريم خمسة أيام وفي أنا كان الشيخ حمد بن حامد وفي أنا الدكتور عبدالله النويس وكيل وزارة الإعلام في موقع التصوير نشد ونمرح نشد ونمرح ونبني بيوت الفكرة فكرات الشيخ زايد الله يرحم نعم واللي اكتبه سلمان بن عاذره واحد في المجمع الثقافي بنان على عمر الشيخ زايد وانت تعرف يا محمد وأنه العمل هذا طول عمر السينماعي أول فيلم السينماعي تسمعين يسجل في تلفزيون ابو ربي واللي سجله وصوره المخرج كهو مخرج وكهو مصور محمد الخالدي مصور الشيخ زايد الله يرحمه الشيخ زايد الله وطولة عمر محمد الخالدي مصور الشيخ زايد ويعرف الأستاذ علي هو مدير التلفزيون وهذا كان عندنا مصور للشيخ زايد حتى يفهم الشيخ زايد يسير القرص يشل فيه محمد الخالدي اللي هو براكا صح ولا يا طويل العمل نعم الله يعطيك صح ولا عمل في حله وترحاله فالفيلم هذا فرح من البادية فيلم تراثي عن عادات الأول عن العرش الأول في البادية كيف العرش الأول ها شيف يوم ولد العم حير بنت عمه وروح عنها يهوم في ذا البران ما رد راسي وصوف بنت عمه خلها وروح لا ما يستوي يتنى ها نعم يتنى وام يهوم ويقض غايم نزيل يتنى وقربوني من عواص حياة عيسى من عواص ما صوري الله يرحمه الله قربني قالبو يبحير إنها ودعمها كم سنة ولا إياها يا غير أنت يومية لما نقرب كنت وبنأخره وبالفعل وعيا واعترط وقاب يضرب بعمره وعلي بني كتبت يا وزول هذا وانا بحير إنها بحير إنها خمس سنين ما يستوي تحير البنت خمس سنين وانت توم في البرات تحير ولا ترد ما يستوي هذا تعرف ستادي يعطينا فكرة وبعد نظر استباقي عند المغفور له الشيخ زايا في إنه اليوم قاعد يعالج قضايا مجتمعية لذلك يعني أصر على إنه تقوم بهاي البطولة والفكرة فكرته فلولا النظرة ثاقبة له في المجتمع والقضايا المجتمعية حتى يعني تعرف يبني أسس صحيح الأسرة الإماراتية ما طلب منكم في هذه الحقبة تقومون بهذه الأعمال حتى تبرزون أهمية ودور التقاليد والسنع الإماراتي في تكوين البنية الأساسية اللي هي الأسرة الإماراتية الله يعطيك صحة والعافية الله يشلمت الغالية وهذا الفيلم طول عمرك أول فيلم سينمائي يصورونه في دول الإمارات ما في قبل فيلم صحيح ما حد مثل في فيلم أول شيء في الخمسة سبعين ومريم أحمد وسعيد النعيم وسعيد بن عفصان في المجموعة هذه وموز المزروحي وسعيد المزروحي لي معا هذا ولا الله يعطيكم الصحة والعافية ورحمة الله هذا نعم والله يحييكم يا مار حبابكم الحاضرين كلكم من صغير كل جبيركم الله سلم الآن نرجع لك ستادي علي الهاملي أبعرف من خلال حرص القيادة على الأفراد المهتمين بالثقافة والتراث والأدب والشعر وابتكار تقاليد يديدة للتعريف بالتراث وانت هذا الشيء ذكرته في كافة مجالاته مثال على ذلك شاعرنا الراحل رحمة الله عليه حمد بوشهاب لو تعطينا نبدأ عن الأعمال اللي قام فيها لخدمة التراث والشعر نحن الحقيقة لما نذكر الشاعر حمد بوشهاب عليه رحمة الله نذكر أنه أول من قدم برنامج مجلس شعراء في تلفزيونات الإمارات في تلفزيونات الدولة عام 1971 وقدم هذا البرنامج في تلفزيون الكويت من دبي صحيح الشاعر حمد بوشهاب عليه رحمة الله قامه قامه كبير جدا وأنا تربطني به علاقة خاصة وعلاقة شخصية بدأت معرفتي بالشاعر حمد بوشهاب عليه رحمة الله يعني في فترة السبعينيات أول ما اشتغلت أنا في تلفزيونا دبي الأبيض والأسود وكان وقتها هو يقدم برنامج الشعراء وبعدها أنا سافرت للدراسة في مصر ورجعت بعد أربع سنوات واشتغلت في تلفزيون أبوظبي وظلت 18 سنة في تلفزيون أبوظبي وبعدين رجعت إلى جريدة البيان وانشأنا مركز التدريب الأعلامي في عام 1999 في هذه الفترة كان الشاعر حمد بوشهاب عليه رحمة الله يشرف على صفحة الشعر في جريدة البيان وهو الذي أسس صفحة الشعر عام 1981 وكان يعني يزور الجريدة أو يأتي للجريدة بشكل يومي يوميا يزور الجريدة طول فترة الأسبوع يبدأ زيارته بمكتبي يتقهوي عندي وبعدين يلف يكمل جولته وبعدين يرجع وقت صلاة الظهر يصلي الظهر في مكتبي ويروح قبل ما يتوفى علي رحمة الله بيومين قبل ما يسافر يعني إلى سويسرا عام 2002 مر علي في مكتبي وكان يكتب كاتب سيرة الذاتية وقرأ علي بعض هذه السيرة الذاتية وخد رأي فيها فأنا قلت له أخريفة يعني أنت شوي حاد يعني في وصريح وهذه اللي بذكرها أيضا من ميزات حمد بوشهاب عليه رحمة الله أنه إنسان ما يجامل إنسان يعني حاد في آراءه وبشكل يعني صراحة ممكن الزعل يعني ناس كثيرين منه فقلت له أنا رأي نتخفف شوي من حدة الحديث يعني في السيرة الذاتية وعن علاقاتك أنت بعض الأشخاص ونعيد كتابت فاتفقنا أنه بعد ما يرجع من سويسرا وكان هو يصير يراجع لأنه كان مسوي عملية قلب في سويسرا وحصل طبعا أنه عليه رحمة الله أنه كان في مجلس الشيخ زايد في سويسرا وقام يتكلم وذكر عن مناقب الشيخ زايد وعن يعني ما قدم الشيخ زايد لشعب الإمارات ولدولة الإمارات وفجأة يتجلط وطاح في الأرض وشلوا والدول من السشفى طبعا ظل في العناية المركزة حوالي سبوع تقريبا أو تسع أيام ويتثلاث جلطات في الطريق وانتقل إلى رحمة الله فما تمكننا في أننا نعيد كتابة السيرة الذاتية لكن الحمد لله صدرت السيرة الذاتية من أكاديمية الشعر في إمارة أبوظبي حمد بوشهاب الحقيقة يعني مجموعة من من الكفاءات مجموعة من يعني القدرات يعني حمد بوشهاب كان شعر وكان خبير في الأنساب وكان خبير في التاريخ في حياته فقط أصدر تقريبا 18 كتاب وديوان أشرف على إصدارهم منهم دوان المرحوم الشاعر أربيع بن ياغوت وعندي نسخة من هذا الديوان بتوقيع حمد بوشهاب عليه رحمة الله أيضا دواوين سلطان العويس وحمد بن علي العويس دواوين الشيخ زايد دواوين الشيخ محمد بن راشد دواوين عوشة بن خليف السويدي فلأ أعمال كثيرة الحقيقة وبعض الكتب التي تتحدث عن تاريخ الإمارات بعد وفاته أكاديمية الشعر أصدرت أربع كتب منها السيرة الذاتية الشعرية يعني أعتقد أنهم الأشياء الشخصية الخاصة شلوها من السيرة الذاتية وتركوا فقط الأشياء التي لها علاقة بالشعر وأنا أتشرف أن في هذه السيرة في هذا الكتاب في قصيدة كتبها لي موجهن هذه يعني بالاسم عن حد صارت بينه وبينه أنه صحح لمعلومة في مقال من مقالاتي فأنا في المقال الذي ذكرت فيه هذا الشيء وأن ذكرت عن أن أنا أخطأت في هذه المعلومة وأن أبو خليفة علي رحمة الله صحح هذه المعلومة بو شهاب الحقيقة شجع الكثير من الشعراء وكان يعني مجلسه في بيته عليه رحمة الله يعني تحصل فيه الشعراء والأدباء وبعض الحقيقة العلماء الدين فهو متعدد المواهب الحقيقة حمد بو شهاب ولفضل كبير الحقيقة على توثيق الشعر بالذات الشعر الشفاهي نحن نتكلم عن درة كتب حمد بو شهاب وهو كتاب تراثنا الشعر الشعبي هذا الكتاب أصدر في جزئين الجزء الأول عام 1980 وبأمر من الشيخ زايد عليه رحمة الله وتوجيه من الشيخ زايد وفي هذا الكتاب مقدمة كتبها الشيخ زايد بنفسه أنا عندي الحقيقة المقدمة بقرار لكم بعضها في الجزء الثاني اللي أصدره عام 1981 أعتقد الجزء الأول بدأ بقصيدة لما يدي بن ظاهر وأنهاب قصيدتين للشاعر العماني محمد بن شيخان هذه القصيدتين وحيتين اللي مشاعر من خارج الديمارات في الجزء الثاني 86 قصيدة أو 86 شاعر والجزئين كتب المقدمة لهم الشيخ زايد عليه رحمة الله أنا بس بقرأ يعني لأن المقدمة طويلة لحد ما فالشيخ زايد عليه رحمة الله بدأها الأمة التي لا ماضي لها هي أمة بلا حاضر ولا مستقبل وهذه من المقولات المعروفة للشيخ زايد بعد ذلك انتشرت هذه المقولة لكن أول ما ظهرت هذه المقولة في تراثنا من الشعر الشعبي ولقد كانت أمتنا والحمد لله غنية بماضيها التليد وحضارتها الزاهية الضاربة بجذورها في أحماق هذه الأرض عبر أحقاب طويلة من الزمن لذلك فإن هذه الجدور الأصيلة ستظل تورق وتزهر في حاضر أمتنا المجيد ومستقبلها المرموق وهذه الكلمة للشيخ زايد موجودة في الجزئين هذا الكتاب الحقيقة أول كتاب تقريبا في الإمارات يجمع الشعر الشفاهي لشعراء كثيرين يعني شعراء أغلبهم كان يعني توفي بدأ المجهود كبير الحقيقة حمد بشهاب عليه رحمة الله في جمع هذه القصائد وانتقل بين كل الإمارات وأصدر هذين الديوانين أو هذين الكتابين ما زالوا حتى الآن أكثر كتابين وثقوا لشعراء الإمارات من عصر الماجدي بنظاهر وحتى الفترة التي كتب فيها الكتاب أو الديوان الذي هو الجزء الثاني عام 1981 وما أعتقد أن فيه كتاب في الإمارات أو ديوان يجمع شعر بهذه الجزالة والشعراء كبار مثل هؤلاء الشعراء اللي جمع لهم حمد بو الشهاب عليه رحمة الله شعرهم في كتاب تراثنا من الشعر الشعبي بالإضافة طبعاً إلى أن حمد بو الشهاب عليه رحمة الله كان يشارك في كثير من المساجلات يحضر الكثير من المجالس وكان لصوت مسموع في مجتمع الإمارات يعطيك العافية أستاذ علي أستاذ علي التميمي بما تسلم لبيتهاي إن شاء الله بما أنك من الشخصيات اللي عاصرت مسلسل شحفان أباك تخبرنا عن موقف الشيخ زايد رحمة الله عليه عن نهاية المسلسل وشو الطلب اللي طلبه من المخرج على أساس وطاقم العمل إنهم يقومون فيه وكذلك أباك بعد تخبرني عن الشعر الآن الفكاهي بما أنك شاعر وين تشوف اليوم الشعراء الحاليين الله يعطيكم الصحة والعافية صحة والعافية فباك تخبرني أيضا الشعر الفكاهي اليوم شو تقييمك للشعراء الحاليين في توظيف هذا النوع من الشعر في قصائدهم بالأول خبرني عن موقف الشيخ زايد لأعساس إنه تعرف الوقت يداهمنا فقد ما نقدر يعني نبنى ناخذ أكبر قدر منكم من معلومات أنت وأستاذ علي أول ما يعرفون الوقت أول أمر سعر الشمس على أبا الله الله يعطيك الصحة والعافية سعاف يمجي عندنا سلسل الحفان ألو نسمعك هاي هاي تفضل ألو لا خلا خيابي يا الله يعطيك العافية يا حلا صلي مسلسل الشحفان طول عمرت تحرفين سلطان الشاعر نرحم سالله علي الله يرحمه شاعر وكاتب صحيح وممثل ما شاء الله علي وأنا ما كنت فيها أستاذ علي ويعرف في السبع وسبعين هم مسلسلهم اللي هو شحفان نعم مسلسل ينا في الخمس وسبعين اللي هو طول عمر يشبعته ماشر صحيح بخار خاشر أنا كنت في شافر مرافق محمية مريضة هلندن هنا وشلنا بلاد الضباط يسمونها بلاد الضباط صحيح في يومي وشرت وهم صوروا المسلسل وأنا موفي لكن المسلسل طول عمر كله في بخل صحيح الله يذكره بالخير ورحمة الله عليه سلطان الشاعر صحيح كله بسولنا بخل بخل الشيخ زايد زايد قال كيف لما رأت أهل الكرم أهل اليود أهل الفخر أهل العز كيف تسولوا كله بخل لا 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 هاتوا المخرج يذكرون على أحمد ما نقوش ويبنتون هناك دشو قصل يوم ياهناك سلم عليه وهذا قال يلش انت أحمد ما نقوش قال يلش قال لي يا حمد كيف تصورون زيدون البخل على الكرم ما شوف المسلسل فيه كرم كله بخل ما يستوي هذا وشعب دولة المارات كلمين اللي ما عنده ويبنت ضيفه صار وخذ من عن ديارة صحيح سلف من عن ديارة وخلاف يرد عليهم كان يوم الله يرحي عليه صح ولا يوم حمد نهل غالي نعم فهذا عادات وتراث المارات العربية المتحدة سواء في الدولة كلها كاملة نعم لأن الكرم موجود صحيح قبل البخل فالشيخ زايد قال سووا انييون عيال عمه والنياء كرمهم والنعقب يستوي كريم في نهاية الحلقة الأخيرة نعم في اللقاء الأخيرة نتاب من البخل واستوي كريم نعم من البخل إلى الكرم وبالفعل مش على كلام الشيخ زايد لأن كلام الشيخ زايد مسمو على الرأس والعين الله يرحمه رئيس الدولة وولي الأمر كل نسم أمر الله يعزك حين لدينا بس سؤال الثاني الشطر الثاني من السؤال اللي هو شعر الفكاهي اليوم شو تقييمك للشعراء كون أنك شاعر تقييمك للشعراء الحاليين في توظيف هذا النوع من الشعر في قصايدهم وهل تشوف أنه ما زال موجود ولا أصبح شحيح وبهق الله الشعر الفكاهي لا والله يا ميذع الأول الشعر الفكاهي اللي هو فيه الذوق كان يقوله ربيع بن ياقوت رحمة الله عليها يقوله مصبح بن حليل الشعر يقوله هنوار بن حمدان يقولون هذين الشعر اللي هم يحبون اللي فيه الفكاهة وبالخص يا تربيع بن ياقوت أنا كنت بشرف على المجالس وأنا المخرج وأستاذ علي مديني ويحرف أني أنا مسؤول عن الشعر عندي أول شيء أربع مجالس مثلما قال الأستاذ علي اللي أسسم الشيخ زايد بنسيله حين إن شاء الله أستاذ علي ضمولنا جمعية حيات تراث الشعبي بامر الشيخ زايد وخلاف يا راشد بن شرار الله يعطي طولة العمر والصحي والعافية عند الشيوخ في قاصة البحارة وقال لم يطوي العمر نحن في تنجون دبي يغير إنه مكافآت ما عندنا معاشات راشمية ثابت مثل مجالس أبو ظايد قال شو تبقى تفالك طيب قال نحن باكوا تضمون مجلس شعراء أدبي لمجلس شعراء أبو ظايد صحي الله يعطيك صحة والعافية وزارة العلام وملفع الأمر الشيخ زايد أنه ينضمون إلينا فصار المجلس السادس من عقب المجلس الخامس اللي هو جمعية تحيات تراث الشعبي ومجلس شعراء أدبي فالشعر اللي هو الفكاهي حلو يوم واحد يقوله في موضوع صحيح في موضوع وليد اللحظة هو شعر من موقف يكون نعم هو وليد اللحظة صحيح نعم مثل الحين يقول أول ما تظهر من البيت اضغط على زر البونيت افحص ماي السيارة والزيت ولا تنسى تنظيف السيد لا تنسى تنظيف السيد هذا نوع من الكوميديا ولكن تنبيه للسائقين صحيح والسرعة والله دمار ما تصيبك منها أضرار ما يفيدك بها ما تحتار كن عاقل وكن صبع أول ما تظهر من البيت اضغط على زر البونيت يعطيك الصحة والعافية يا شهر هذا بالشعر القصايد الفكاهية التراثي وكان بعد ما ننشاه الأستاذ الشاعر اللي حصار شاعر كبير عين الخوار كان يجينا الميلس وابو حمد يعرف أنوار حمدان يجي عندي الميلس وهو صغير عمره خمس طايا في متحف عيمان وسجله هو مع ربيع اللي هو العبيد حسان حسان العبيد اللي كانوا جيونا ويقولون القصيد الفكاهي صحيح حادف لأنك انت تقوله بعد تقوله فيه هدف معين حكي انت ما تقول الشيء اللي فيه هدف معين وحتى حياته نبيع وحتى طناف في بعض من القصيد كوميدي ولكنه فيه هدف صحيح طال عمرك يفيد المجتمع ما يضر المجتمع طول عمرك قصة الورد الأخضر شو قصتها قصة الورد الأخضر ما أقولكم لا فيه ورد أخضر في الدنيا الشاعر أنوار من حمدان كاتب قصيدة وحاط فيها يا ورد يا أخضر يا ورد أخضر شو سألتها يا ورد يا أخضر قتلي هين خليت ليه كمل القصيدة أنا أسمعها القصيدة أنا أشرف أنا وأخرج البرنامج والأستاذ مصبح يحضر عندنا في المجالس نعم الشاعر كبير مصبح من هنا فقتلي تعال عقب ما أخلص ينور في حياتك شفت ورد خضر شفت في حياتك ورد خضر ها الشين خضر الورد أحمر الورد أصمر الورد مرتغالي عنابي ها هي وصلح القصيدة شل كلمة ورد أخضر حاط ورد أحمر شفت يا بحلاء الورد الأحمر ينهدى للحبايب هي لأن أحمر حق الحب علي يعطيك العافية أستاذي وما قصمت الله يسلم الآن نرجع لك أستاذي علي تميمي علي الهاملي وطبعا أبسألك عن استخدام تقنيات الدكال الصناعي والشاة جي بي تي هل ترى أن هذه التقنات التقنيات اليوم يمكن توظيفها وهل لديها القدرة على محاكات المشاعر الإنسانية والشعور في نظم الشعر النبطي والشعبي أبرايك الحقيقة الدكال الصناعي طبعا الآن دخل في كل شي دخل يكتب مقالات يكتب روايات يكتب يعني أبحاث علمية لكن أنا رأيي الشخصي أنه ما يقدر الدكال الصناعي يكتب قصيدة لأن القصيدة عبارة عن مشاعر هذه المشاعر تتحول إلى كلمات توصل من قلب الشاعر إلى قلب المتلقي حتى صراحة حتى في الروايات التي كتبت بالذكاء الاصطناعي في جزئية التي أيضا تتعلق بالمشاعر لا يستطيع الذكاء يوصفها ويعطيها حقها في الشعور لذلك أنا أعتقد أنه ما يستطيع الذكاء الاصطناعي أنه يكتب شعر وممكن يكتب كلام مصفوف ونظم وجميل لكن ما في المشاعر الموجودة في القصيدة الشعرية التي أساسا ما تطلع وما تظهر من الشاعر إلا نتيجة مشاعر معينة وما أعتقد أن هذا الذكاء الاصطناعي يملك هذه المشاعر وعلى عجالة تعطيني الله يسلمك بحكم أنك كنت مسؤول عن التلفزيون في الثمانينات ما يقارب 18 سنة ما شاء الله أباك تخبرنا عن الدور التي قامت بين المؤسسات المعنية بالتراث والمبادرات الشخصية في تدوين الشعر الشفاهي وأي تاحة الأجال لأنك من خلال الحديث قلت بأنك بتنوهها فأباك تعطينا عنها الجزئية ما عليك أمر التلفزيون طبعا قام بدور كبير صراحة في تشجيع الشعراء الشعبيين في توثيق هذا الشعر والفترة طويلة السنوات طويلة الحقيقة من بداية ظهور التلفزيون تقريبا في الإمارات في أواخر الستينيات أو بداية السبعينيات وحتى يمكن نهاية الثمانيات أو بداية التسعينيات ظلت برامج الشعراء موجودة هذه البرامج الحقيقة أظهرت لنا قدمت لنا خدمتين أولا أظهرت لنا شعراء كثيرين ما كنا نعرفهم وما كانوا الناس يعرفونهم ظهروا من خلال أنها قدمت لنا شعراء تحولوا إلى مقدمي برامج صاروا مقدمين أو مذيعين واكتسبوا خبرة من خلال هذه البرامج أنا ما أستطيع أذكرهم كلهم لكن أذكر عدد كبير منهم محمد سعيد الرقراقي محمد راشد الشامسي راشد شرار محمد سعيد بالهلي علي بن حمد شامسي بطي المظلوم صراحة عدد كبير أنا آسف إذا كانت بعض الأسماء ما تحضر للآن لكن نحن هذه البرامج كونت عدنا مجموعة مقدمين تميزوا الحقيقة في هذا الجانب وبعضهم إلى جانب تقديم مجالس الشعر والتي طلعت خدمت الجانب الشعري وتوظيف هذه الموهبة في إبراز الشعر والشعر وبعضهم أيضا قدم برامج سراثية بعدين صار محترف في التقديم أما المبادرات الشخصية وبعض المؤسسات الأخرى غير التلفزيون فهي كثيرة أنا أذكر بعضها على سبيل المثال للحصر مثلا قصيدة اللغز صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الله يحفظه هذه القصيدة الحقيقة على مدى سنوات طويلة يعني حركت الساحة الشعرية في الإمارات وكان الساحة الشعرية والساحة الخليجية أيضا طبعا في الإمارات وخارج الإمارات وأنا بحكم أني كنت خلال هذه الفترة في مؤسسة البيان كنت أشوف كمية الشعر أو كمية القصائد التي كانت توصل للمشاركة في قصيدة اللغز بالآلاف الحقيقة وشجعت حركت الساحة بشكل كبير في مثلا عندنا أيضا مثل جائزة كنز الجيل صراحة هذه أيضا الجائزة التي استحدثتها مركز أبوظبي للغة العربية أيضا أثرت الساحة الحقيقة وشجعت الشعر الشعبي والموروث الشعبي بشكل عام عندنا جائزة عوشة من خليفة السويدي التي رعاها خلف الحبتور والحبتور والدكتورة رفيع غباش في دبي هذه أيضا تحرك الساحة الحقيقة هذه بعض الجوائز التي أذكرها أنا هناك مؤسسات أيضا أثرت الساحة وشجعت الشعر الشعبي منها مثلا مؤسسة هيئة أبوظبي للتراث التي استحدثت مؤخرا وضمت نادي تراث الإمارات إلى أعتقد لجنة المهرجانات في هيئة دائرة أبوظبي للثقافة والسياحة وهذه الهيئة سابقا ولاحقا الحقيقة أيضا كان لها دور كبير مثل ظهور مثلا برنامج شاعر المليون يعني شاعر المليون أيضا حرك الساحة الشعرية في الإمارات وخارج الإمارات هناك أيضا جمعية حياء التراث جمعية شيخ حمدان بن محمد لحياء التراث هناك شاعر المليون أيضا شاعر المليون الذي هو خرج من هيئة المهرجانات التراث هذه الحقيقة كان الهدور هذه مؤسسات بعضها مؤسسات غير رسمية بعضها مبادرات فردية كان الهدور الحقيقة في تشجيع الشعر الشعبي في إثراء الساحة أيضا وتقديم حوافز للشعراء للمشاركة في هذه المسابقات أو هذه المساجرات التي كانت تطرحها هذه الجوائز فأنا أعتبر أن هذه دورها مكمن لدور المؤسسات الإعلامية لا أريد أن أتكلم عن صفحات الشعر الشعبي لأن أعتقد باتر جلس والأخ السادة نور الحمدان عند كيد طرح في هذا الموضوع لكن أيضا صفحات الشعر الشعبي بكل الجرائد المحلية والمجلات أيضا كان لها دور كبير في إثراء الساحة في تشجيع الشعراء في إظهارهم أيضا للجمهور وصار هناك يعني منافسة وصارت محاكاة الشعراء المعروفين فكل هذا الحقيقة يعني أوجد عندنا مشهد شعري يعني نحن نفتخر به في دولة الإمارات العربية المتحدة يعطيك العافية السادة علي الأوقات الجميلة تمضي بسرعة وخاصة إذا كانت معقامات لها دورها البارز في مجالها ومن هذا المنبر لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر والعرفان لكل ضيوفنا الأعزاء أستاذي علي الثميمي وأستاذي علي الهاملي وأستاذي سالمين السويدي الغايب الحاضر الله يشافي وعافي على حضوركم في هذا المساء من ليالي الشعر ضمن مهرجان العين للكتاب ونختم هذه الجلسة بالشكر لكل الحضور الكريم والآن بناخذ استراحة قصيرة لمدة نص ساعة على أن نستكمل معاكم برنامجنا في تمام الساعة الثامنة والنصف بجلسة تحمل عنوان مجلس شعراء دبي من تقديم الشاعر راشد شرار وكذلك نطلب من الأستاذ يمع الظاهري تكريم الأستاذ علي الثميمي والأستاذ علي الهاملي يعطيكم العافية الله يكرمكم وجاء تسلمون يزاكم الله خير تسلمون شكرا بيكم ستادي شكرا 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 ترجمة نانسي قنقر